كان هذا مشاهدين الكرام الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في حفل أداء القسم لكبار الموظفين كان ملفتا للانتباه أن يحمل الرئيس الأمريكي المنتخب رسالة ترك له أوباما وهذا السؤال يطرح الكثير من القضايا الرئيس ترامب أكد من أن وجوده ووجود هذه الحكومة ووجود هذا الزمن الجديد ليس لحزبين ولكنه لخدمة أمريكا لنا في نوافذ الجزيرة مباشرة وقفات أخرى والآن إلى ذيونا لوفات معلمة نيوزلندي اعتنقت الإسلام قبل نحو 15 عاما لكنها منذ عدة سنوات قررت أن تتجه إلى نيجيريا رغبة منها في مساعدة الأيتام خاصة المتضررين جراء الحرب الجارية شمال نيجيريا ضد جماعة بوكو حرام ومنذ خمس سنوات وهي تشرف على عدد من المشاريع التي توفر المأوى والغداء ورعاية الطبية والتعليم للأيتام ذيونا لديها خبرة أيضا لمدة 30 عاما في مجال التعليم في نيوزلندا ولها باع طويل في قضايا محو الأمية والتعليم الدولي حول تجربتها مشاهدنا الكرام في التحول إلى الإسلام أو اعتناق الإسلام والعمل الخيري والإنساني يأتي هذا اللقاء ضيفتنا في هذا اللقاء هي السيدة فيونا لوفات مرحبا بك سيدة الكريمة أبدأ إلى تجربة الانتقال واعتناقك للإسلام كيف حدثت وبما بدأت السلام عليكم السلام عليكم سؤالك كبير جدا لأن عندما يعيش شخصا لسنوات طويلة أكثر من 40 عاما وقصة مذهلة أن ترام الأبواب التي قد تفتح أمامك في مثل هذا السن وربما مررت بأزمة منتصف العمر وثم وصلت إلى النقطة التي رأيت فيها نقطة التي أقربتني أو جعلتني أقترب من الاعتقاد بالإسلام ومن ثم بالشهادة وفي الوقت الذي اعتنقت فيه الإسلام شعرت أنني كنت في الماضي على غير هدى وحتى أنني شعرت بأنني عبرت بوابة من التاريخ ومن ثم انفتحت لي الأبواب مع الشهادة ودخلت الإسلام وأهتديت وشعرت بأنني في موطني لقد كانت حقيقة تجربة مميزة حني أن لك كنت فعلا محظوظة وانتقلت إلى عالم جديد إلى الإسلام ثم إلى إفريقيا إلى كانو إلى الأيتام حدثنا كيف جاءتك تجربة الانتقال إلى إفريقيا العمل الخيري هل هو بتأثير المعتقد الجديد في الإسلام أم هي نوازع قديمة في شخصيتك ربما؟ أظن بأنه كان شيئا أصيلا فيه ولكن الإسلام عزز هذا فيه لقد عشت بطواطع سابقا وبحب المجتمع وبالطيبة وكانت هذا طبيعة الشعب في النيوزيلندا في الستينيات من القرن الماضي لقد اهتممنا بجيراننا وبأطفالنا وبالتالي وجدت بأن هذا قريب مي ولكنني لم أكن قررت في ذلك الوقت أن أذهب إلى نيجيريا ولأقوم بالعمل الخيري قررت بهذا الأمر في عام 2011 وقد شعرت بطواطع في ذلك الوقت أخذت أربعة أشهر بعيدا عن أمور الاعتهادي وقمت تفكير فيه بالقيام بأمر مفيد ولكنني وجدت بأن الفرصة للقيام بأمر جيد هي كانت مهيمنة لم أستطع الهروب منها وقررت بأن لو قمت بمشروع واحد فربما يكون هذا بصمة في حياتي وبالتالي قمت بالعمل مع بعض الأطفال وبدأت بإنشاء بعض الدعم المالي إنشاء بيت للرعاية بالأطفال ومنذ ذلك انتقلت من مشروع إلى مشروع وتبدأ الأمور بالتراكم ويكون هناك سلسلة مستطردة وهذه ما أود به إلى الذهاب إلى أفريقيا والقيام بالعمل الخيري هناك وهذا هو العمل الجميل حجرا حجرا يكبر الجدار في كانو هي مدينة بوكو حرام مدينة الكثير من المشاكل كيف تعيشين؟ كيف تقدمين هذه الخدمة للأطفال للطربية في الجانب التعليم؟ بدأت بنقل الكتب أليس كذلك؟ ثم انتقلت إلى الرعاية وإلى الصحة وإلى التعليم حديثين عن هذه التجربة عن هذه المدينة عن هذه المرأة الأخرى المساعدة المضحية أغلبية السكان هم غير منخلطين في الأعمال الإرهابية وأنا قريبة جدا من جاراتي هم نساء رائعات وأطفال رائعين وهم كانوا لهم أثر علي كانوا يستغربون حطا من امرأة غريبة تأتي إلى نيجيريا كانوا متعودين على السياح وعلى العملين في منظمات غير الحكومية أما امرأة بيضاء موجودة في عملهم كان أمرا غريبا عليهم ولكن انهم تقبلوني نساء رائعات وأطفال كنت ألحق بهم وأرى كيف يعيشون وأظن بأنني قدمت من أول يوم رسالة تضامن معهم وحتى أنها لم تكن بعبارات أسكنت بالفعل ما رأيته هناك كان ملهما جدا وما قمت به كان بدافع القلب حتى ولكن دافع المحبة حتى لو كنا في المدينة المحورية لتبوكو حرام لكن هذا لم يعقني من خدمة أولئك الناس الرائعين الموجودون هناك قد يموت الناس كثيرون حتى في أوقات الصلاة والقصة مستمرة هناك حتى مسلمين هم من يقومون بالقتل وليسهم دائما الضحايا إذن نحن رأينا الكثير من الضحايا ونحن قمنا بدفن الكثيرين ونحن قمنا حتى بجمع بقايا الطلاقات هذا ربما حتى أسوأ من الإرهاب لكن الناس يعرفون الواقع حنالك هؤلاء الناس يجاهدون ويعيشون ويحتاجون حقوقهم ونحن نعمل معهم ضمن هذا العنف والمأساة التي يعيشنا بها حتى العنف قد لا يكون محليا أو داخليا قد يكون خارجيا هناك بعض الدول الأخرى التي الناس غير أمينين فيها في منازلهم أنت الآن تلبسين حجابا وهذا يعتبر ربما شيئا مشينا في الغرب أنت أيضا امرأة سياسية تدافعين عن الفلسطينيين كيف تنظرين إلى قضية الإرهاب الدولي بين قوسين كما يعبر عنه هذا من أين جاءتك السياسة؟ لماذا تدعمين الشعب الفلسطيني؟ فلسطين هي قضية عدالة وبالتالي إذا عدت إلى التسعينيات لقد تحدثت في كثير من الحركات في نيوزيلندا حتى التمييز العنصري في جنوب أفريقيا حتى من نفسه كان يقول بأن الفلسطينيين يعيشون تحت عدم ضؤف في ظلم وغياب العدالة إذا نحن نتحدث عن عدالة هنا قضية شعب يعيش في ظلم وقهر نحن نتحدث عن شعوب يعيشون على أرضهم وليست لديهم أي حقوق ولا حتى الكرامة يجب علينا أن ندعم هؤلاء الناس أنا حتى عملت على حملات أخرى في شمال داكوتا وحتى أي قضايا عدالة أخرى أن قضية العدالة قضية كبيرة جدا وهو أمر أنا أناصره وأدفع عنه كمسلم أولا يجب على المسلمين أن يقفوا إلى جانب العدالة ليس فقط من أجل حقوق المسلمين فقط وأنما للعدالة نفسها للعدالة في العالم كله عدلت فنمت أعود إلى مسألة الحجاب وما تضعينه على رأسك أريد أن أسألك مسألة الإسلاموفوبيا الذي يثير العالم الرئيس الأمريكي الذي كنا نشاهد الآن تحدث عن مسألة الإسلام المتطرف ما قصة الإسلاموفوبيا في أمريكا في الغرب ما حقيقة الإسلام الحقيقي النقي الصفي الصافي عفوا نحن نعرف أن الإرهاب ليس جزءا من الإسلام هذا التحريف بالفكر الذي يؤجج العنف والإرهاب هذا الفرق ما بين الإرهابي وقناة فوكس التلفازي هم متفقين على تعريف للإسلام ولكن في الواقع هناك خمسة مليارات مسلم يقولون بأن ليس لدينا هذه الرابط مع الإرهاب نحن نعرف كيف نطعم جيراننا نحن نعرف كيف نقوم بالتحدث بطواضع مع الناس والعمل الخيري هذا هو الإسلام الحق أنا أعرف أن بعبر حمل الكتب عبر المطارات كان هناك أنا ملابس بجيوب كبيرة كنت أضع الكتب في ملابسي وكان هناك في لحظة كنت أحمل الكتب في عباء مثل هذا وكان الناس طبعا يخافون من رؤية امرأة تلبس حجابا وتحمل كتبا تحت ملابسي لم يكن أعرف أن الكتب كانوا يشكون بأن هناك شيء مخفيت تحته فعندما شلحت الذي كنت أرتديه فوق عباءتي وراء الكتب وحصلت انفراجة فإذا هذا بدأ التصور عن الإسلام وماء الحجاب وهذا مشهد رائع عندما نعود إلى تاريخ المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسراء اشترط على الأسراء أن يعلم المسلمين وأن يطلق صراحهم هذا مبدأ عظيم أريد أن أسألك عن إفريقيا الأخرى المجاعة إفريقيا الغنية وعن الحركات التبشيرية التي تقدم الغداء ولكنها تغير العقل وتستهدف ربما العقيدة والدين هل لاحظت هذا في إفريقيا؟ أنا واعية تماما من أن هناك طيبة وخير في هذا الوقت من الزمان أنتم تعرفون أنه في قطر نفسها هناك خيود عن مقدار الأموال الذي يمكن لقطر أن ترسل العالم بدون أن تتهم بأنها تغذي الإرهاب في حين أن مسلمين الغرب يخافون من أن يدفعون أي أموال خوفة من أن يتهموا بالإرهاب ولكن المنظمات المسيحية تبشرية تذهب إلى هناك ودون أن تتهم وتستطيع أن تذهب هناك وتقوم بكسب العقول والقلوب عن تطريق تقديم الغذاء والتعليم هذا أمر فعلا يحصل ولكن المسلمين مقيدون لأنهم لا يريدون أن يتهموا بأنهم يدعمون الإرهاب لا يودون دولة مثل أو ناس في أستراليا أو قطر أن تجمد أموالهم بتهم غير حقيقية وهناك حتى نظام بنكي دولي جديد يمنع إرسال المال إلى نيجيريا إذن يكون هناك حتى تحقيق كبير هل تعرف الشخص الذي ترسل له هل هذا الشخص منغرت بالإرهاب تحقيق كامل لمجرد إرسال 15 دولار هذا بالتأكيد يمنع الكثير من الناس من عمل خير وهناك الكثير من المسلمين الذين يشعرون بغياب الوعي إذن بعض المسلمين يخافون حتى من فكرة أن يتم التحقيق معهم لكن هؤلاء إخوة وأخوات لنا من البشرية في حاجة وعاوز إذن ما الحل؟ نحن في أزمة يجب علينا أن نغير النظام الحالي وعلينا أن نجعل ربما 10% من كل صفقة تذهب لدعم أو العمل الخيري أنتم يجب أن نعطي نعطي المانحين الفرصة من أجل العمل الخيري نحن بحاجة إلى شجاع أكبر من أخوتنا وأخواتنا سيدتي الكريمة أعود إلى كانو حيث تعيشين أنت مع مجموعة من الأطفال من الأيتام كفالة اليتيم في الإسلام تضمن الجنة مع الرسول كما قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة قص علينا هذه القصة الأيتام حولك كيف تشعرين معهم؟ ماذا تقدمين لهم؟ كيف هو وضعك؟ إحساسك؟ النبيل؟ الجميل؟ أنا أعرف بأنني مشاركة في أمر رائع جدا وهذا الوعد بالجنة لرعاية اليتيم أو حتى للتربيت على رأسي اليتيم أنا أشعر بأننا نعيش في مكان من التاريخ فيه هناك فيه مكافأة كبيرة لنا فبالإسلام هناك زكاة مقدار 2.5% والصدقة باب مفتوح وهذا أمر يسير يمكن للناس القيام به لماذا لا نقوم بهذا؟ هناك فرصة رائعة لأن نسعد الأيتام مجرد حتى السلام في الإسلام تكسبك الحسنات فلماذا بالصدقة لا تكسب موطئ قدم في الجنة من أجل رعاية هؤلاء الأيتام؟ أشعر بإحساس لا يوصف عندما أقوم بالتعامل ورعاية هؤلاء الأصال ابتسامتهم لحال وحدها تثلج صدري تبسمك في وجه أخي كصدق هذا الكلام الذي أسمعه منكي أتأثر أنا كمسلم يتأثر المشاهد كيف كان رد فعل والديك عندما أسلمت محيطك الاجتماعي أسرتك في نيوزيلاندا حدثين عن ذلك الموقف الذي كان في البداية عندما بدأت أرتدي الحجاب أصدقاء الذين كانوا يعرفوني حتى لم أكن أرتدي ملابسي بشكل تقريدي في السابق بعض الأصدقاء قالوا لي أنت تبدين مثل المسلمة اليوم وقلت لهم أنني أصبحتك كذلك حتى أنه في بعض الأحيان لم يكن حتى قرارا آمنا أن تعتنق الإسلام في بعض المراحل والأوقات إن فكرة انضمامي إلى مجموعة كان حتى أمرا مقلقا لأن هنا الكثير كان من انضمام لمجموعات شريرة وطبعا أنا لم أكن أنضم لأي مجموعة أنا كنت أنضم إلى الله وإسلام بصراحة العالم الإسلامي المرأة المسلمة هل هذا هو الإسلام الحقيقي الذي عرفتي هل هذا هو السلوك المسلم والمسلمة الحقيقية في تقديرك بصراحة أشعر بأنني حقيقة في نعمة أن أرى النساء التي لديهم أعلى مستويات التعليم درجات دكتورة يرتدين النقاب فهل يصدق أحد بأنهم مضطهضات كيف يقومون بالتعليم وتربية الأبناء وهن يذهبن إلى الجامعات ولديهم درجات معلمة عالية علمية ويسهمنا في المجتمع لديهم إحساس عالب أنفسهم ولم يقمنا بالإساءة إلى أسماء أزواجهم أن كرامة المرأة في العالم الإسلامي هي حقيقة شيء نفتخر به نحن نعرف أنه في الإسلام بأن المرأة تستطيع لها أن تدخل مجال عمل الرجل ولكن العكس غير صحيح أن أرأ وجهة نظر الغربية تقول بأن المرأة غير مسموح لهم من الرجال ولكن هذا غير صحيح في الإسلام إذن لقد رأيت حاملات الدكتورة في العالم الإسلامي ورأيت نساء قاتلنا ومشينا مسافات طويلة ويحملنا سبعة أطفال على أكتافهن بأعمار مختلفة ويعانينا معاناة كبيرة ودائما ما أقول الحمد لله في أنهن نساء مؤمنات جداً هذه المبادئ العميقة الجميلة التي تعتزين بها هل يشعر بها الأمريكي الأوروبي الذي يمنع مرأة متحجبة من أن تسافر في الطير كيف ينظر إلى حجابك وغطاء رأسك في بلدك في أوروبا عندما تعودين هل تثبت مشكلة؟ لا أصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا أشعر بالأمن عندما أسافر في الولايات المتحدة الأمريكية أنا امرأة مسلمة لا أود من أن يقوم أشخاص بفحص كل ممتلكاتي الشخصية لمجرد أنني أرتدي الحجاب لذلك أنا لا صالح لي بالذهاب إلى المتحدة الأمريكية إذا أردت حتى أن أدخل في صفقات تجريم الأمريكيين سأقوم بذلك عبر البريد الإلكتروني عبر سكايب لا صالح لي في الذهاب إلى أمريكا إلى بلاد لديهم مشاكلهم الكافية أعود إلى الأطفال الفقراء الأفارقة اليتامة المجاعة الخطر الذي يهدد أطفال أغنى القارات في العالم أنا كمعلمة وتربوية لخبرة طويلة في التعليم درست في 30 عاما في المدارس النيوزلندية وأفهم وأدرست في العديد من المدارس المتنوعة وحتى تعلمت حتى عن نظريات تعليم القراءة والكتابة ولكن عندما عملت في شمال نيجيريا مع أطفال أنا أرعاهم وأعلمهم وأراهم قد عانوا من رؤية ذبح وقتل ودماء تقصفوا من الأعلى والأسفل والدبابات ورأوا قرى تدمر ورأوا كثير من الصور المريعة أطفال بعض منهم يعانون حتى من أمراض مثل السرع وشيئا فشيئا بالعناية بهم وبعد الطمأنة وبعد الملابس النظيفة وبعد الأغاني الجميلة بالموسيقى التقليدية وبرقصة حنونة وبعض لعبة جميلة وبعض كتب المصورة والقرآن الكريم والعلوم هؤلاء الأطفال يعيشون مجددا لقد رأينا الكثير من الحالات من الأطفال الذين كانوا أمهين الآن يقرؤون باللغتين اللغتهم الأم العربية والإنجليزية أمر مذهل كيف لمثل هؤلاء الأطفال بهذا السن وهذه التجربة المريرة أن يتعلموا بهذه القدرة الأمر مذهل حقيقة هذه طريقة علاج ونحن نعرف بالإسلام قيمة المعرفة والعلم فعندما يتعلموا الأطفال عن الزراعة وعن البناء وهذا يلهمهم أستاذ فيونا أستسمحك بأن أسألك ربما أسئلة خاصة جدا بما تشعرين في الصلاة وأنت تقرأين القرآن الشعور الخاص الذي جاءك أول مرة وأنت تصلين وأنت تقرأين القرآن شعورا جميلا جدا الإنحناء والإحساس بوجود الخالق عز وجل السجود على الأرض والإحساس بعدم القيمة أمام الله عز وجل أن أكون جزءا من كائنات الكرة الأرضية كائن متواضع كائن بائس الآن بين يضي الله وهو في وعي كامل خنوع واستسلام بالعدم وجود أي سيطرة على حياتي ولا على مصيري ولا حتى على القيام بالخير أو الجيد إلا بالله وأن لا شيء يمكن أيضا أن يمسني بالضر والخير إلا بالله عز وجل نفكر في بعض الأحيان باللغة العربية وهناك حرف الألف وهذا حرف الض فكيف أجسادنا أيضا تنحني كما هي الحروف وآدم تذكر الحرف الألف والدال والميم هي نفسها الإنحناء والسجود وهي تذكرني أيضا بالرحلة رحلة البشرية من التراب إلى التراب وإن شاء الله إلى الحج رحلة الحج هل تفكرين في الحج هل زرت مقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة الإسلام أحكت أن أكون أفضل حج لما أج platي gente أنا جاهزة لقيام الحج أنا تقريبة أنا تلقيت لذلك أنت تقريبة أنا تلقيت لذلك لك أمني تلقيت 23 عام لتصلحوا إلى ذلك لتصلب إلى المدينة لكننا فقدنا الكثير عندما يحجز الناس رحلة و يذهبون إلى جدة ومن ثم يقومون حج أن يقومون لحج بثلت أربعة أيام ثم يعودون ألا تظن بأن أفريقا قد تكون مكانا أكثر أمنا إذا سافر الحج برا لو سافروا من نيجيريا وعبر جمهورية أفريق الوسطى والسودان وقطعوا من 1400 كم للتنقل عبر هذه القرى وشراءة الطعام وطلب الماء والخدمات والغسيل فهذا من شأنها سوف تكون هذه طريقهم والناس يقولون بأن هذا موسم الحج وسوف نكون أقرب ققارة إذا ما تحلينا بشجاع القيام بمثل هذه الأمور أود أن أقوم بالحج بتواضع على الجمل هذه القيمة الجميلة النبيلة العمق الإنساني هل يعرفه الأوروبيون يعرفونه ولا يقولون الحقيقة أم لا يعرفون أظن بأن ما رأيناه في الخمسة عشر عاما الماضية بأن الناس سيسمعون أمر واحد يسمعون المحاولات اليائسة والإهانات والتشوية السمعة وكل اغتيال وكل مذبح ورهاب حتى يسدوا بأنهم غير المسلمين ومن ثم يترجعون ولكن ما رأيناه في الفترة من هذه الأكاذيب بأن الناس ينكرون الآن هذه الأمور لأنهم بدأوا يروا أن ويقولون بأن جاري مسلم جاري صاحب عمل ولم أرى منه هذه الممارسات جارتي صاحبة دكتوراه وتعمل دكتوراه المسلمون حولنا يصومون ويحضر لنا الهدايا وهم ناس طيبون فإذا هذا الوهم والخرافة بدأت تتغير في الخمسة عشر عاما الماضية بدأنا أن نرى عداد السكان المسلمين في المجتمعات الغربية يتضاعف إلى عشرة مرات وليس بالسيف وليس بالعمليات المتهمين أخرى متهم فيها ولكن بفكرة بحد ذاتها بأن المسلمين هم ناس خيرون وتزدهر مجتمعات التي يعيشون بها إذن مجرد قص ذكي من الناس في جميع أنحاء العالم فسوف يعرفون وحتى بقراءة الأدلة سوف يعرفون ويتقبلون حقيقة أن الإسلام هو بريء من كل هذا وأنا اخترت أن أعيش حياتي بمحبة نحن لا نود كما أديان أخرى أن تذهب للعمل مع المزارعين الفقراء وتقوموا بمحاولة غسل عقودهم وأعقولهم هذا ليس ما هو مطلوب أظن بأننا حقيقة مبركون بهذه المرحلة من الزمن ولكننا بحاجة من الجميع أن يفتحوا عيونهم ولا يسعوا إلىهم ما هو مكتوب في الكتب في الإعلام عفوا فليعودوا إلى الكتب التي كتبت في عرارة ألف أربعة عاما لقد ذكرت أن قرأت كتاب الغزالي لأول مرة لم أكن أعرف أي شيء عن الغزالي ولكنني قرأته وشعرت بالإدهال قرأتي كتاب إحياء نعم وكان يصف الظروف النفسية وكيفية علاج أنفسنا لقد كان كتيب من أجل تحسين حالتنا النفسية وتصفية القلوب لقد حقيقة أذهلني لقد قرأت به ولم أستطع التوقف بدأت أتساءل من هو الغزالي وعندما رجعت وقرأت أنه كتب هذا الكتب قبل ألف عام كيف استطاع لقد دننت بأن فرويد وكاليون كان أول من كتب في هذا الأمر وأنهم هم بداية علم النفس لكن الغزالي قبل ألف عام كتب كتيبا شخصيا يشفي النفس وأن كان مسلما أو غير مسلم ونفس الأمر نستطيع أن نرى حتى في التغذية والحمية وحتى في الأمراض الباطنية وأمراض الهضم والحساسية وكل المشاكل التي يعاني منها الناس عبر التغذية السيئة كل هذا الأمور كتبت سواء قبلوا أم لم يقبلوا الإسلام كان قال والرسول أن هناك ثلث للماء وثلث للطعام وثلث للهواء وهذا لصالح الهضم وإذن وأنت لست بحاجة لأن تكون مستمر القيام حتى بهذا الأمر فإنه يحسن صحتك فلو استطعنا أن نقوم بدمج الإسلام حتى بالممارسة كنت أتمنى أن يطول الحوار وأنا أتحدث عن ابن السيناء وعن الفرابي وعن العلماء والمفكرين الذين كانوا جسراً بين الغرب والشرق أنا سعيد جداً أستاذا فيونا لوفات على هذا الحوار كنت سعيداً جداً بأن أسألك وأنا أستمع إليك وأنا أستمتع بهذه التجربة بهذه الخبرة بهذا الاكتشاف بهذه الروح التي تذهب وتكتشف الإسلام وسماحته تكتشف هذا التعايش الذي ربما لا يعرفه الغرب عندما نقول التسامح في الإسلام شكراً جزيلاً لك وجزاكي الله خير شكراً لك شاهدين الكرام هكذا هذه التجربة الجميلة التي تقدم سماحة الإسلام هذه هي الشهادة عن الإسلام الحقيقي عن النبل عن الغنى عن أن الإسلام للجميع شكراً وإلى اللقاء